السيدة الرئيسة هيلاري كلينتون واضح جدا من السباق أننا ننتهي في النهاية إلى أن السيدة هيلاري كلينتون هتبقى أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية السباق المدهش أنه قد ينتهي إلى أنه بين من الحزب الديموقراطي السيدة هيلاري كلينتون ومن الحزب الديموقراطي ومن الحزب الجمهوري جيبوش في هذه الحالة إحنا إزاء اتنين لهم وضع عائلي سياسي هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون وجيبوش أخوه كان رئيس وولده كان رئيس يبقى أسرتان سياسيتان ده ممكن يخلي فيه ألأ على النظرية الديموقراطية في العالم ممكن حد يقولك أنت جاي تنتقد الديموقراطية في أمريكا فيه كتابات كتيرة جدا بتنتقد الديموقراطية في أمريكا صهد انتخابات حرة لكنها بين حزبين محصوبين الأمور بتاعتهم والحزبين دلوقتي اتجهوا كمان لعنصر الشخصانة يعني قبل كده كان كل رئيس أمريكي بعده رئيس آخر مختلف تماما إنما دلوقتي من بعد رونالد ريجن إحنا في الأسرتين دول تقريبا أسرة كلينتون لما كان بيل كلينتون رئيس لمدتين وهيلر كلينتون وزيرة خارجية مع أوباما ثم هيلر كلينتون رئيسة جمهورية محتملة يبقى في هذه الحالة نتكلم البيت الأبيض مرتين وزلطة خارجية كمان مرة أسرة بوش الجد رئيس اللي هو بوش الأب وبعدين الأبناء واحد رئيس وقادة تاني محتمل وفيه كلام بقى على بوش التالت اللي هو بوش الحفيد في هذه الحالة بنتكلم على أسرتين ممكن ده يخلي فيه ألأ على مستقبل الديمقراطية لأن الموضوع بقى صناعة نجوم كأنه برنامج توكشو أو كأنه إنتاج سينمائي في هوليوود من اللي نقدر نسوأه للناس فلما هم يقولوا بوش خلص اسمه معروف بدل ما يبدأ بقى من اسم جديد يفهم الناس هو مين ده وبرضو لما يقولوا كلينتون اسم معروف بدل ما يتعب نفسه في اسم جديد كمان سيطارة الميديا والمال على الانتخابات هي طبعا انتخابات حرة ديمقراطية لكن في الواقع بيودرها المال بيودرها الإعلام اللي معها فلوس كتير جدا يقدر بسهولة يحكم أمريكا مش لازم معايا يمتلك إنما مع الناس اللي بيأيدوه أو بيدعموه فأصبح دور المال جوهري دور الشاشة والإعلام جوهري اللي عنده المال اللي يجيب له الشاشة ويجيب له الصحافة في هذه الحالة عنده فرصة أما وإن الموضوع كده بقى شاشة وصحافة وإعلام وفلوس في هذه الحالة من السهل قوي إنه هم يلجأوا أو من الأفضل إلى أسماء معروفة لما يكون عندي عادل إمام اسم معروف أستثمر في هذا الاسم أو في هذه العائلة أسهل كتير جدا لما أستثمر في اسم جديد أو مغمور تماما فنألجأ للأسماء المشهورة ده كان مفهوم في أوقات أخرى في حاجات أخرى إنما لما يستخدم في مستقبل أمة أو مستقبل الشعب أو بزيطة الدولة الأكبر والأهم في العالم ده ممكن يخلي كتير جدا قلقين على مستقبل الديمقراطية سوف تلتقي هيلاري كلينتون بجيبوش والأرجح أن تفوز هيلاري كلينتون فتكون الزوجة الرئيسة أو يفوز جيبوش فيكون الإبن والأخ الرئيس نتحدث عن أسرتان في أكبر وأقوى ديمقراطية في العالم